جواء مشحونة ومواقف متباعدة سبقت اجتماع منتجي النفط من داخل وخارج أوبيك لتذهب كل المؤشرات لطريق مسدود في التوصل إلى اتفاق هكذا بدأت الصورة من فيننا إيران تطالب بأعفائها من قرار خفض الإنتاج والسعودية ترفض أي استثناءات في تصادم واضح لموقف الرياض وطهران قبيل الاجتماع الحاسم ما استدعى تدخل وسطة لتقريب وجهات النظر وتليين حدة الخلاف هنا جاء دور الجزائر في كواليس الاجتماع أين قاد وزير الطاقة مصطفى قيتوني دور الوسيط بين الجانبين ليلتقي الوزير الإيراني في محاولة لإقناع طهران بالعدول عن موقفها وقبول قرار خفض الإنتاج سعات فقط حتى تغير إيران موقفها وتوافق رسميا على المشاركة في قرار خفض الإنتاج النفطي وتنجح الوسطة الجزائرية في تعبيد الطريق أمام قرار توافق داخل الكارتل النفطي وما إن أغلقت جبهة الخلاف بين إيران والسعودية حتى فتحت جبهة أخرى للصدام آخر والتحدي إقناع موسكو بالمساهمة في خفض معتبر للإنتاج لما يقارب 300 ألف برميل يوميا غير أن روسيا وضعت قيود لقرار خفضها للإنتاج بحدود 150 ألف برميل ولن تقبل بأكثر من ذلك وهو مشكل عقبة جديدة في التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء وأمام تباين المواقف وتباعد المصالح دخل منتجي النفط الاجتماع وفي الأجندة تخفيض مليون ومئتي ألف برميل تساهم أوبيك بـ 800 ألف برميل والبلدان خارج أوبيك بـ 400 ألف برميل والهدف وقف إنهيار سعر برميل النفط في السوق الدولي الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر للنفط بالعالم وإن غابت عن فعاليات الاجتماع إلا أن ضغوطات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت حاضرة وبقوة حيث خيمت على الأجواء لتزيد من حساسية الموقف هي أوبيك تحاول أن تؤكد على سيادتها واستقلاليتها وفعاليتها في تغيير معادلة النفط الدولية رغم تقل الضغوطات الأمريكية وحدة الخلافات السياسية وشراسة حرب حصص الإنتاج السوقية